السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل واحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة مميزة في نفس الوقت. نقدر نعمل منها مفرش للسرير مفرش للصفرة شال مستطيل تقدر تكوني منها اي حاجة انت حاب تكونيها من اي مربعة. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان ينول اعجبكم. فضلت ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. والنهاردة ان شاء الله كمان هشرح معكم طريقة تشبيه الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم بستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر. تقدر تشتغلي بالخيوط المتوسطة او السميكة او الرفيعة. زي ما انت حابة ما فيش اي مشكلة بس على شرط انك تستخدمي حجب لابرة المناسب دي. بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بابتدي اول حاجة بكونها هي عبارة عن ستة سلسلة. بسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب منها طرف خيط البداية بشد بقى في العقد البداية. بنتدي في البداية عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة واخرق بالشكل ده كده واحد. هين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. تخرجي من الحلقة الموجودة عندك على الابرة. بتدخلي في اول غرزة اشتغلتها في الحلقة الامامية لقصاد ويشك على طول. اسحاب الخيط وخرجي من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندك على الابرة بغرزة منزل. خيط البداية هتيه ضهر السلاسل ببتدي اشتغلي عليه اخفيه معاكي وانت بتشتغل. اول حاجة ببتدي اشتغلها هي سلسلة وهي ارتفاع غرزة الحشو. بعد كده ببتدي اشتغل غرزة حشو داخل الفراغ اللي كونه. ازاي بنشتغل غرزة الحشو بيكون عندك على الابرة حلقة بتنزلي مباشرة. تاخل الفراغ تسحاب الخيط وتخرج تاني معنا كده على الابرة حلقتين بلف الخيط ونخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو. بقرر دوة تمن مرات يعني بشتغل تمانية غرزة حشو بس بعد كل غرزة حشو بشتغلها باخد تلاتاشر سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر. ونروح تاني للدائرة بتاعتنا غرزة حشو. تمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر. وارجع اعمل غرزة حشو. بكرر ده زي ما قلنا ان بيكون معي عدد الفراغات اللي فيها سلاسل دي تمن مرات. يعني كده واحد اتنين. هكرر لغاية ما وصل لاخر واحدة منهم. هنعملها مع بعض لاني بتكون فيها طريقة مختلفة شوية. عن اننا بنشتغل تلاتاشر سلسلة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بقى معي كم فراغ فيه تلاتاشر سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة رقم تمانية ببتدي مش هشتغل وبقى تلاتاشر سلسلة هشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهبتدي اشتغل فوق الغرزة الحشو الاولى اللي اشتغلناها عمود بستة لفة. بيكون عندك على الابرة حلقة بلف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست لفات على الابرة بالاضافة لحلقة الاساسية بقوا سبعة حلقات على الابرة. هروح لاول غرزة حشو بدخل داخل حرف الفي لها. هسحب الخيط واخرج. معي كده على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين. كده مرة. تاني مرة بسحب الخيط واخرج من حلقتين. تالت مرة بسحب الخيط واخرج من حلقتين. رابع مرة. خامس مرة. سادس مرة. وكمان مرة باسحب الخيط واخرج من حلقتين يبقى سبع مرات بنسحب الخيط ونخرج من حلقتين. والهدف من كده ان احنا نكون وقفين في منتصف السلاسل ونبتدي نشتغل السطر الجديد بتاع. بنكمل هبتدي ارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهعتبر ده اول عمود بلفة موجود معي. هبتدي اشتغل بعد منه كمان على نفس المكان اللي انا واقفة فيه كمان اربعة عمود بلفة. طيب احنا لسه مشوفناش في الفيديو دوت ازاي بنشتغل العمود بلفة اللي بالنسبة طبعا للبنات المتدئة. بيكون عندي على الابرة حلقة ده لفة واحدة لانه جاي من اسمه عمود بلفة واحدة على الابرة بقى معاكي حلقتين. بتدخلي في الفراغ اللي هو كونتي بتاع العمود اللي انت اشتغلتيه بستة لفة. هسحب الخيط وهخرج معاكي كده تلاتة حلقات. بسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقى اتنين هنسحب الخيط ونخرج منه. يبقى تلات سلسل عمود وده تاني عمود اشتغل كمان. عمود يبقى تلاتة. كمان عمود يبقى اربعة. عمود بلفة كمان. يبقى كام كده نقد مع بعض. السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل دو. لو انت مش حابة ان المكان دو تبقى انا عندك في الفراغ اللي هو زي ما انتو شايفانا دي الحلقة دي. فيش اي مشكلة. نرجع كده. والاربعة عمود هنزل اشتغلهم من تحت السلاسل كلها على طول مرة واحدة. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بالاضافة للتلات سلاسل الارتفاع. بقوا عندي خمسة غرزات عمود بلفة. وطبعا اتفادينا الحلقة اللي كتبين عندي كأنها سلسلة اي مفتوحة بتكون شكلها مش لطيفة. مش مشكلة انك ترجعي في الشغل تاني. انا كده على في التصوير وداخل الفيديو نفسه. وقررت ان انا ارجع تاني عشان شكل الشغل يفضل حلو ومناسب. ان ارتفع سلسلة واحدة بس. واروح للمكان السلاسل اللي بعضهم من المنتصف كده. بابتدى اشتغل خمسة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. زي ما احنا شايفين كده كوننا المكان التاني. بعد يعني مرة باخد سلسلة والمرة اللي بعدها عفوا باخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وارجع تاني اروح في السلاسل اللي بعدها اشتغل من فوقيها في المنتصف كده خمسة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. يبقى زي ما قلنا مع بعض. نشد بقى الشغل كده بالزبط كده في المنتصف عشان يكون شغلنا مصبوط. مرة باشتغل سلسلة وبعد كده خمسة عمود ومرة تلات سلاسل خمسة عمود. سلسلة خمسة عمود تلات سلاسل خمسة عمود. لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم. راجعت لكم تانية في النهاية اخر حاجة اشتغلتها وبالشكل ده زي ما احنا شايفين اتكون عندي مربع. اخر حاجة اشتغلتها كان التلات سلاسل. بروح لا اول عمود اشتغلته وهو كان عبارة عن مجموعة سلاسل التلاتة. هبتدي اشوف بقى التلات سلاسل بتوعي واحد اتنين السلسلة رقم تلاتة بدخل. ادخل الحلقة الامامية منها كده. رفعها على الابرة وبعد كده نزلها على تحت الابرة. ورفع على الحلقة الخلفية والمطابل. هسحبه غرزة زي ما احنا شايفين. طيب نبتدي بعد نشتغل على مجموعة الاعمدة الخمسة دول. بما فيهم اول عمود اللي هو التلات سلاسل. هبتدر ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبره اول عمود موجود معي. وفي نفس الفراء وهو هو اللي انا قفلت فيه واشتغلت فيه تلات سلاسل بدخل تاني مرة واشتغل كمان عمود بلفة. طيب كده اشتغلنا على اول عمود مرتين. تمام يا بنات? يعني انا عندي بصوا الخمسة عمود دول وخمسة عمود دول. بيكون هم هم المجموعات اللي بتقابلني في الاربع اتجاهات. يعني هنا خمسة عمود وخمسة عمود دول تاني اتجاه. تالت اتجاه رابع اتجاه. بنكرر فيهم نفس اللي هشتغل معكم هنا في الخط ده بالزل. يبقى اول عمود من اليمين هنا بشتغل عليه عمودين. بعد كده هيقابلني اربعة عمود بلفة فوق كل عمود منهم عمود واحد بس. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. فوق السلسلة اللي تحت هياخد سلسلتين. واحد اتنين. تمام? نرجع نشتغل على الاربع عمودة الاولى. كل عمود فيهم عمود واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وصلنا هنا بقى احنا للعمود الاخير. فاكرين الخمسة الاولانيين اول عمود اشتغلت عليه ايه? اشتغلت عليه اتنين عمود بلفة. برضك العمود الاخير من الخمسة دول اشتغل عليه اتنين عمود بلفة. ممكن يستزايد يعني اشتغل عليه مرتين. واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. وكل المجموعات اللي في كل الاتجاهات اقتلق التلاتة البقية بنشتغل عليهم بنفس الطريقة. عمودين في اول عمود هنا وعمودين في اخر عمود من الخمسة التانين دول. طيب هنا عندي الزاوية. هنشتغل فيها ازاي? هشتغل تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. ولف الخيط. وهشوف بقى التلات سلاسل بسيب اول واحدة واخر واحدة في المنتصف. بدخل. واشتغل عمود بلفة واحدة. تلاتة سلسلة. عمود في المنتصف. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهروح اقرر هنا اللي انا عملته في الاتجاه ده بالزبط وفي الزاوية. بشتغل تلاتة سلسلة عمود. تلاتة سلسلة وروح اقرر بنفس الطريقة. بكرر الخطوات دي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. انا بروح دلوقتي اشتغل فوق اول عمود. اتنين عمود بلفة. واحد. اتنين. وبعد كده كل عمود عمود كده واحد. اتنين. تلاتة. واعتزر والله بس الحر والصيف والحساسية. اول عمود عمودين بكده واحد اتنين تلاتة. اربعة. على الاربعة البقين. فوق السلسلة بيكون سلسلتين مسافة واحد اتنين. بعد كده اربعة عمود على اربعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ورقم خمسة اي رنضة اتنين عمود بلفة في نفس الفرق. تزايد واحد. اتنين. وصلنا يا بنات للزاوية. الزاوية التاخذي قبل ما تشتغل العمود في المنتصف تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. سلسلة المنتصف. بعد واحدة بسيبها. وتاني واحدة ببتدي اشتغل فيها عمود بلفة واحد. واحد اتنين تلاتة. وبروح اقرر بقى اللي احنا قررنا مع بعض زي ما احنا شايفين لخطوتين. احنا اشتغلنا هنا. والمجموعة دي كمان بنكرر هنا وهنا بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. راجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في النهاية اشتغلت الزاوية. كان تلاتة سلسلة عمود. تلاتة سلسلة. وبروح هقفل في اول سلسلة موجودة عندي. اللي هي طبعا تلات سلسلة من فوق. من تحت الفوق. لكن اول سلسلة من فوق ببتدي اقفل فيها بغرزة منزل. طيب. نبتدي نرجع بقى نكرر نفس الخطوة اللي عملناها تحت. ان انا بارتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وفي نفس الفراغ الاول هو هو ببتدي اشتغل كمان عمود بلفة. واخر المجموعة اخر عمود بردك بشتغل عليه اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ. فوق كل عمود بعد كده بيقابني بشتغل عليه عمود بلفة واحد. واحد. وطبعا انا بعتبر هنا دي سلاسل واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. عفوا ستة. سبعة عمود. لان احنا طبعا زودنا على المجموعة عمود تاني في البداية. فوق السلسلتين هيكونوا تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. نرجع تاني نكرر عمود على كل عمود من الاعمدة دول. واحد. اتنين. عفوا. تلاتة. اربعة. خمس. سادس واحد بشتغل فوقيه مرتين. ونكر يستزايد. يبقى ستة وسبعة في نفس الفراغ. تعالوا بقى الجزئية بتاعة الزاوية دي هنبتدي نشتغل عليها بشكل معي. اشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهروح فين فوق العمود اللي في المنتصف ده هشتغل اتنين عمود بلف. واحد. كمان مرة. اتنين. وارجع ااخد كمان تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة رفهم. وفي نفس الفراغ تاني اتنين عمود بلفة كمان واحد. تمام يا بناء. تلاتة سلسلة. فوق العمود اتنين عمود. تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس الفراغ. وارجع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. واروح للمجموعة اللي بعدها اقرر اللي انا عملت في المجموعة هنا دي. اول عمود بشتغل فوق عمودين. بعد كده خمسة عمود فوقهم خمسة عمود. فوق السلسلتين. تلاتة سلسلة. خمسة عمود. فوق العمود الاخير. اتنين عمود بلفة. في نفس الفراغ. تلاتة سلسلة. عمودين على العمود. تلاتة سلسلة. عمودين كمان في نفس العمود. تلاتة سلسلة. وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل وارجع له. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد مخلص الزاوية واخدت تلت سلسل بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقى فيل بغرزة منزلج. السطر ده مش هبتدي اعمل تزايد على اول عمود. بالعكس ده انا هجمع العمود الاول والعمود التاني في حلقة واحدة من فوق. يعني هبتدي اعمل اختصار لكريز تناقص. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وكده اشتغلنا فوق العمود الاول هوروح بقى للعمود التاني اتدى اشتغل عمود بلفة واحد. هيا بنبص نلاقي ان الاتنين اتجامعوا معي في حلقة واحدة من فوق. واخر عمودين هنا بردك بعمل فيهم بكريز تناقص يعني باخد الاتنين في حلقة واحدة من فوق. باقي الاعمودة بشتغل فوق كل عمود عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. ومعين العمودين اللي بقوا في حلقة واحدة من فوق يعني بقى معي ستة غرزة عمود بلفة. فوق التلات سلاسل لأ مش هاخد تلاتة هاخد اتنين. واحد اتنين. وارجع تاني. اشتغل. عندي هنا واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. اخر عمودين بنعمل فيهم تناقص يعني بلف الخيط بدخل فراغي بصوا يا بنات واحدة واحدة عشان نركز بناتنا ابتدائها. بيكون عندك على الابرة حلقة. كانك بتستغل غرزة من عمودين. بلف الخيط على الابرة مرة. وبدخل الفراغ الاول. اسحب الخيط واخرج معيك تلات حلات. اصحابي منهم اتنين بس واحد اتنين. وخلي الحلقة الاخيرة. لف الخيط تاني. عفونا ادخلي الفراغ رقم اتنين. اصحابي الخيط وخرجي. اصحابي من حلقتين. وخلي الحلقة الاخيرة معاكك تلات حلقات الاساسية والحلقتين بتوع العمودين نشتغل من الصهم. لف الخيط وخرجي منهم همهما التلاتة. هتبوس تلاقي ان العمودين عملوا معاك او اتشبكوا معاك في حلقة واحدة من فوق. طيب دراسة تعالوا بقى نروح نشوف فوق التلات سلاسل اللي في الزاوية بشتغل تلاتة زيهم. واحد اتنين تلاتة. لف الخيط على الابرة. اول العمود هنعمل فوقي تزايد يعني بشتغل فوقي مورتين واحد. اتنين. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هسيب تاني عمود ورف الخيط على الابرة. وفي السلسلة اللي في المنتصف او من تحت التلات سلاسل كده مباشرة بدون سلاسل ولا حاجة. اشتغل عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ هو هو كمان عمود. تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. هنروح في الخيط على الابرة بسيب اول عمود وروح لي تاني عمود. هشتغل عليه زي يعني اتنين عمود بلا فاتو ده بالكروشي. اتنين في نفس الفراغ. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. واتدي اروح للمجموعة اللي جاية اشتغل اول عمودين مع بعض بعد كده خمسة. بعديهم لوحدهم. سلسلتين. خمس عمود واخر عمودين بعمل فيهم بيكونوا مع بعض. تلات سلاسل اول عمود بشتغل عليه عمودين. تلات سلاسل في المنتصف السلاسل التلاتة بشتغل عمود تلات سلاسل عمود في نفس الفراغ. تلات سلاسل في العمود رقم اتنين من اللي تحت دول في الزاوية بشتغل عليهم عمودين. تلات سلاسل وبقرر بقى ايه? على الاربع جوانب بنفس الطريقة. هكدنا لوارجع لكم. راجعت لكم تاني وسطر اللي جاي هو سطر رقم ستة والسطر اللي بعد هو يكون سطر رقم سبعة والاخير. وان شاء الله هنشرح فيه كمان طريقة التشبيك واحنا شغالين فيه. دلوقتي بنقفل بمنزلقة. انا عندي طبعا العمودين دول مع بعض في حلقة واحدة من فوق. مش بقى في البقى في تلات سلسلة. لا ده انا بقى في الفوق. الحلقة اللي بتربط العمودين مع بعض. بغرزة منزلقة. بقرر تاني نفس اللي انا عملته تحت في بداية الاختصار. تلك سلاسل. واحد اتنين تلاتة. واروح لتاني عمود وبتدي اشتغل عمود بلفة واحد. وزي ما شفنا مع بعض برضك بيتجمعوا الاتنين مع بعض في حلقة واحدة من فوق. يبقى كده عندي الاتنين دول بقوا عمود واحد. نعد بعضيهم. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب. تعالوا بقى نشوف هنا. انا هنا كنت باخد تحت سلسلتين. تلات سلاسل عفوا. وبعد كده اخدت سلسلتين. يعني بصوا سلسلة. سلسلتين. تلات سلاسل. سلسلتين تاني. هنا هبتدي بقى اخد ايه? هبتدي اخد سلسلة واحدة بس. واحدة سلسلة. وهروح بقى اشتغل. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. طيب رقم خمسة بلف الخيط. انا عندي كده عمودين هشتغلهم مع بعض. تناقص. اسحب الخيط وادخل. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. الف خيط ادخل الفراغ لبعض. اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين. تلات حلقتين عندك على الابرة اسحاب الخيط واخرج منهم هم التلاتة. تعالوا برضك هنا بقى في موضوع الزاوية دوت عشان الزاوية هي اللي بيكون فيها شغل شوية في آآ وحدتنا النهاردة. تحت هنا كانوا تلات سلاسل. هنبتدي نخليهم اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ارجع فوق اول عمود من الاتنين اللي قابلوني عمودين. واحد. تعمل مرة في نفس الفراغ. اتنين. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هلف الخيط على الابرة. هيقابلني عمودين الزاوية. عمود تلات سلاسل عمود فوق. عمود الاول الزاوية بشتغل عمود. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. كمان مرة في نفس العمود الاول من الزاوية لتحت عمود. باي. عاوز اروح اشتغل في العمود التاني من الزاوية. علشان اروح من المكان ده للمكان ده اخد تلات سلاسل مسافة. واحد اتنين تلاتة. واروح للعمود التاني من تحت. التلات سلاسل في المنتصف مليش علقة بمش هشتغل فيهم مماراتي. هشتغل عمود هنا بقى فوق العمود التاني من الزاوية واحد اتنين تلات سلاسل وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هلف الخيط على الابرة بسيب العمود الاول واروح للعمود التاني اشتغل فيه عمودين. واحد اتنين بنفس الفراغ. زي ما اخدت قبل الزاوية اربعة سلسلة برضك بعد ما خلصت الزاوية باخد اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وارف الخيط واروح هنا برضك اكمل اختصاري اول العمودين مع بعض. اتنين. ونكمل بنفس الطريق. عمد على كل عمود فوق السلاسل هنا. هشتغل سلسلة واحدة. عمود على كل عمود مع العمودين الاخرينين. باشتغل هم ايه مع بعض. وبكرر الزاوية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها الزاوية دي مع بعض. ومكرر على كل جوانب الاربعة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وارجع لكم كامل السطر الاخير مع بعض. ونشوف كمان طريقة التشبيت. رجعت لكم تاني والسطر اللي جاي هو السطر الاخير وبنتدي نشبك بيه الوحدات مع بعضها. هنبتدي في المكان ده نشبك فوق اول غرزة اشتغلناها بغرزة منزل. طيب. السطر ده هبتدي اجمع الخمسة عمود لكلهم مع بعض والخمسة عمود لكلهم مع بعض كل واخر وكل خمسة فحلقة واحدة من فوق. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهنا نلاحظ ان الحلقة الاساسية هي هي نفس حلقة العمود. لان احنا في كل مرة بنشتغل بيكون معايا حلقة اساسية غير الحلقات بتاعت العمود. معادة المرة الاولى دي. هنا حلقتك هي هي نفس العمود. هنبتدي اللف في الخيط. ندخل في العمود اللي بعده. نسحب الخيط ونخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس. وخلي الاخير. اللي بعده. وهكزا. اصحب من حلقتين وخلي الاخيرة. واللي بعده. كل الحلقات موجودة معايا. الابرة هنا خمس حلقات. الحلقات اللي جاية كلها المجموعات اللي جاية هتكون ستة. طيب ستة ليه رندل? ان بيكون معايا حلقة اساسية. بالاضافة الخمس حلقات الاعمدة بيكونوا ستة. اما هنا عندي خمس حلقات بما فيهم الحلقة الاساسية كانت حلقة العمود الاول. باسحب الخيط واخرج من الخمسة. ما بين الخمسة دول والخمسة دول هاخد تمانية سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وعشان تمان احنا بنشبك يعني انت في الوحدة الاولى هتخليهم ايه? ممكن نخليهم سبعة احسن يا بنات عشان نبتدي نشبك في الحلقة اللي في النص. اللي هي السلسلة الف النص. هرجع تاني. كده بقى انا معايا حلقة اساسية. هرجع الف الخيط وادخل. هو في الباترون طبعا تمانية. بس انا عايزة نبتدي نشتغلهم سبعة لشان نشبك في الوحدة في السلسلة في نصف الزب. اول عمود. تاني عمود بسحب حلقتين منه بس. تالت عمود. رابع عمود. خامس عمود. كده بقى معيك خمس حلقة الخمسة عمود لان احنا اشتغلناهم كلهم مش سلاسل. كلهم اعمدة طبيعية. وحلقتك الاساسية يبقوا ستة. كل المجموعات معاك هتيجي بعد كده ستة حلقات. طيب ما بين المجموعة دي وهما هروح اشتغل فوق العمودين دول على اول عمود منهم عمودين هياخد كم سلسلة? خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح اشتغل على اول عمود من الاتنين عمودين كمان. واحد. اتنين. ارجع خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يعني خدت خمسة سلسلة خمسة سلسلة كده مورتين خمسة سلسلة. وفي النهاية بردك باخد خمسة سلسلة خمسة سلسلة. في المنتصف كله تلت سلاسل مع هذا الزاوية. هروح فين يا بنات? هسيب العمود ده وهسيب السلسل وهسيب العمود. والعمود مش هشتغل على تلات سلاسل الزاوية. عمود ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة كمان مهمة نفس الفراغ عمود. علشان اروح هشتغل في التلت سلاسل دول ده مكان الزاوية. تلت سلاسل دول. هشتغل قابليهم تلت سلاسل واحد اتنين تلتة. من هنا بقى هبتدي اشبك ليه? لان انا في المكان ده هشتغل الزاوية. وانا بابتدي اشبك فين? في كل السلاسل اللي بتقابلني من اول الزاوية دي للزاوية دي. كم فرقه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر. من الزاويتين يعني من الزاوية لزاوية احتاشر ايه? مكان هنبتدي نشبك فيه. فوق بقى السلاسل التلاتة اللي هنا. بابتدي اشتغل عمود. سبع سلسلة. انتوا طبعا في الوحدة الاولى بتشتغلوا السبع سلسلة كاملين. لكن انا يا نادي القسم مش هشتغل السبع كاملين. هشتغل هقسم السبع سلسلة دول. تلاتة سلسلة على يمين? تلاتة سلسلة عالية صار. سلسلة في المنتصف مش هتكون سلسلة. هتديني فراغ السلسلة او مكان السلسلة بشكل طبيعي لكن هي هتكون غرزة حشو باشبك فيها في الوجه المقابل ليه. طيب يعني هشتغل تلاتة سلسلة من السبعة. واحد اتنين تلاتة. خيتك لفوق. فوق الوحدات. تجيبي الوحدة التانية من الخلف مش من الوش. لأنا عم نضهر الوحدة. ده مكان السلاسل السبعة بدخل من تحتهم بالشكل ده. يعني عند السلسلة رقم اربعة. اسحب الخيط واخرج معاك كده على الابر حلقتين. اسحب الخيط واخرج منهم. لما انا اشتغلت كده بديتني مكان سلسلة رقم اربعة. يعني كأني اشتغلتها بالزبط. هكمل بقى تلت سلاسل كمان. واحد اتنين تلاتة. وبكده بكون اشتغلت السبعة سلسلة. بس الطريقة مخورة شوية لانا السلسلة رقم اربعة كانت بدلها غرزة حشو. لكن من فوق اديتني نفس المكان. نرجع في نفس المكان. نكمل الزاوية بتاعتنا بعمود بلف. طيب. مسافة بقى ما بين الزاوية اللي فيها سبعة سلسلة والمكان اللي اه راح اشتغل فيه اللي هي الزاوية اللي تحت دي فوق التلات سلاسل باخد تلات سلاسل. طالما انا بشبك مش هاخدهم كاملين. في الوحدة الاولى بتاقديهم كاملين. تلات سلاسل على طول بدون ما تشبكي. اما بقية الوحدات بتاخد سلسلة من التلاتة. واروح للوحدة المقابلة ليا. دي الزاوية طبعا دي السلاسل التلاتة اللي بعدها. هبنزل من تحتهم. اسحب الخيط واخرج. معي على الابرة حلقتين باسحب الخيط واخرج منهم. كده سلسلة رقم اتنين. اللي هي برزة الحشو اعتبرتها سلسلة رقم اتنين. والسلسلة رقم تلاتة انا بشتغلها. تمام? هروح بقى الزاوية هنا اشتغل عمود تلات سلاسل عمود. عمود. التلات سلاسل لو في الوحدة الاولى كاملين. في الوحدة الوحدات الباقية كلها باخد سلسلة منهم. هروح للخلف اشبك بحشو بمكان سلسلة رقم اتنين واشتغل السلسلة رقم تلاتة. هترجعي تاني لوحدة تكتكمل الزاوية بعمود كمان. طيب هنا بقى انا الفراغين الاخرانين قلنا ايه? كم سلسلة? خمسة. هنشتغل منهم نقسمهم جزئين وفي النص ناخد السلسلة في النص واحد اتنين سلسلة من الخمسة. وانزل هنا. تعالوا بقى لو حابين نشتغل على السلاسل يعني بطريقة المحترفين شوية. بعيد واحد اتنين وسلسلة رقم تلاتة. باخد منها حلقة كده وانزل الحلقة دي تحت وارفع الحلقتين على الابرة. هسحب الخيط واخرج من الحلقتين دو معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. يبقى دي سلسلة رقم تلاتة وبعدها واحد اتنين يبقى كده خمسة سلسلة. هترى هي تشتغلي فين يا رندا? بسيب بقى الحاجات دي كلها وبروح للعمود اللي هو التاني من العمودين اللي مع بعض بشتغل فوقي عمودين. واحد اتنين. طيب خمسة سلسلة برضك مش بشتغلهم كاملين. بشتغل واحد اتنين. خمسة سلسلة اللي في الخلف فين? اهو. باجي هنا طبعا احنا عرفنا لو هنشتغل عسلسلة نفسها زي بعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة بشبك بغرزة الحشو. تمام? واكمل واحد اتنين سلسلة. ارجعي بقى الوحداتك تاني. في المكان ده اشتغلي الخمسة عمود مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة حلقات على الابرة. تسحاب الخيط وتخرج منهم الستة. اه احنا قلنا هنا طبعا بشتغل تمانية البطرون. اي لان هما تمانية. بس عشان خاطر احنا بنشتغل بيه. اه طريقة طبعا ما تكونش اه صعبة معاكم انت مش هتعرف الجيبي المنتصف التمانية كم? خليهم سبعة. او خليهم خمسة. ما فيش اي مشكلة المهم من ايه. تكون عدد فردي من الغرس. تعالوا نخليهم هنا واحد اتنين تلاتة. ونروح نشبك. في المنتصف هنا. بحشو. واحد اتنين تلاتة. يبقى كده اشتغلناهم سبعة سلسلة. هرجع تاني. اشتغل الخمسة عمود اللي بعضهم مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. نقفلهم مع بعض. تاني برجع دي بقى الزاوية اللي بعدها. خمسة سلسلة. واحد اتنين منهم. واجي هنا عند السلاسل الخمسة التانية من المنتصف هنا بعمل حشو. سلسلتين. هروح هنا لمكان العمودين. اول عمود بشتغل فوقية عمودين. واحد. اتنين. خمسة سلسلة باخد منهم سلسلتين. واحد اتنين. خمسة سلسلة اللي وراهم من المنتصف هنا بعمل حشو. واحد اتنين سلسلة. وهروح للزاوية هنا تلات سلاسل دول اشتغل عمود. تلات سلاسل باخد منهم سلسلة. واروح للزاوية اللي في الخلف من تحتها كده امزل اعمل حشو. دي تاني سلسلة. وتالت سلسلة باخدها بشكل طبيعي. هنروح فين دلوقتي? هليف الخيط على الابرة وهنا التلات سلاسل اللي في المنتصف دول الزاوية اللي بيكون فيها عمود سبع سلاسل عمود. يبقى كده عمود. من السبع باخد تلاتة بس. واحد اتنين تلاتة. هروح بقى في منتصف السبعة اللي في الخلف عندي هنا. بعمل غرزة حشو. وكمل واحد اتنين تلاتة. بقى انا كده كملت السبع سلسلة بتوية. هارجع في نفس المكان اعمل عمود. تلاتة سلسلة باخد منهم واحدة. في الخلف هنا عندي. من تحت السلاسل. بعمل حشو وسلسلة. وبعد كده وروح للزاوية اشتغل عمود. تلات سلاسل منهم سلسلة. وفي الزاوية اللي في الخلف حشو. والسلسلة رقم تلاتة انا بشتغلها مع نفسي. وارجع تاني في نفس الزاوية الاساسية بشتغل عمود. هنا بقى فاضلي الخمسة سلسلة خمسة سلسلة. سلسلتين. بس احنا كده يا بنات مش بنشبك بص انا مش عايز اشبك كل دول. انا لو انا بشبك تمام بقى خلاص. بص انا محتاجة اشبك بس لغاية مكان السبعة سلسلة. اللي هو هنا بس انا اندمجت مع الشغل وفضلت اشبك معكم. تمام. انا كده دول مكان السبعة. تمام? بقى فاضلي هنا عمود. وسمحوني بصوا احنا كده شبكنا هوليكم بقى نكمل ازاي. كده انا شبكت ايه الوحدتين دول مع بعض. مكان الزاوية ومكان الفراغات زي ما احنا شايفين. طيب انا هنا خلاص بقى في الجهة المقابلة انا مفيش عندي حاجة اشبكها. لو عندي وحدة تانية باشبك في الوحدة التانية زي ما شبكت هنا الاتنين دول مع بعض بالزبط. طيب انا ما عنديش خلاص وحدات تانية. بعد ما اشتغلت العمود ده باخد بس تلاتة سلسلة كاملين بقى. طيب انا ما عنديش حاجة اشبك فيها واحد اتنين تلاتة. باعتزر ان انا ده مكتوب دولت شغالة معكم انا كده كنت هشبك الاتنين في بعض. واروح اشتغل هنا عمود. تلاتة سلسلة. عمود. خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عمودين على العمود الاخير. واحد. اتنين خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح اشتغل خمسة عمود تمانية سبعة سلسلة خمسة عمود وبقرر بقى الزاوية بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض. زي ما احنا شايفين خلاص الشغل ببتدي ايه? ينسجم مع بعضه. بشكل ده زي ما احنا شايفين مع تشبيك الوحدات. الوحدات بتكون حلوة جدا وجميلة. وكمان المفرش كله بيكون مميز جدا وجميل. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة وفكرتنا النهاردة. لو في حاجة صعبة فيها اكتبولي في التعليقات وانا على راسي من فوق من العناية الاتنين اعيد ان شاء الله ميت مرة. علشان خاطر عيونكم. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم. بنكمل بنفس الطريقة اللي شرحتها معاكم. لغاية ما بوصل للنهاية بقفل بمنزلقة فوق اول عمود اللي هو طبعا بيجمع للخمسة مع بعض. وبكده بكون خلصت الوحدة بتاعتي. لو حابت تشتغلي عليها اطار اخير بقى على الوحدات كلها. مفيش اي مشكلة. ممكن تشتغلي بغرزة الجراني بالاعمدة بغرز الحشو بطريقة غرزة الفيكوت مع الحشو. يعني باي طريقة حابة ان انت تعملي التأفيل النهائي. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. فضلا ليس عمرا ما تنسوش ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من ويه. تنسوش كمان تفعلوا زرارة الجراش وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.